سؤال مهم جداً هل شايفة فعلاً إن البنت الجميلة يعني سوري غبية أو أقل زكاء شكراً أولاً لأن ده حاجة شائعة ده مش رأي أنا دي حاجة شائعة تتقال دائماً البنات الجميلة جداً بيبقوا غبية ويبقوا إيرهد أو اللي هو دماغهم في الخنافة في الهوم بصي عامراً أنا هجاوبك على السؤال وفكروني أن أحب علق على كلام رامضة لأنه مهم جداً اللي قالته بخصوص بقى سوق الحظ يعني الجزء دفلي هي سيئة الحظ الجميلة تقولي اللغة يا حادي براكرة جاوبي على سؤال راندا كانت بتتكلم فكرة أن الرجل عادةً بيبعد عن الفتاة الجميلة أنا عايز أقول بقى كمان أحدد أكتر الرجل مين يعني الرجال اللي هما الغير جيدين والغير متزين بالزبط لا هما دول في الأكتر اللي بيقربوا العكس هما دول اللي بيحاول يقربوا للفتاة الجميلة لكن الرجل الجيد أنا بحب الفتاة الجميلة أنا واثق في نفسي جداً وواثق في نفسي أنه مش خايف أنه يتقال أنه معي واحدة جميلة ومش خايف حد يخطفها مني ومش خايف أنه تبص بره مش خايف أمش معاه في الشارع معرفش أحميها هذا شيء جميل جداً يحسب لك لكن في العادي في العادي الرجال الجايدين المتزين بيحاولوا يبعدوا عن الفتاة الجميلة ليه بقى لأنه مراندا كانت تقول أنه هي حواليها رجال كثير جداً حواليها معجبين كثير قوي فهو مش عاوز يدخل في السباة ده أو مش عاوز يدخل في الفتاة دي مش 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 جايد ولا رازين هو هو خايف بص بص هو 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 متزن لحد ما هو مش مش شرط عدم ثقة أو حاجة هو حد عاوز يرتبط تمام فهو بحسنها بالعقل أكتر من الاختلاف من الاختلاف الرأي اللي يوصل للودة الطبيئة هو الرجل المتزن عادة يعني بيفكر أنه هو هيرتبط بفتاة فالأغلب أنه هي تكون فتاة عادية لكن هو مش عاوز يدخل في سراع الفتاة الجميلة زي ما كانت بتتكلم بقى رمضة أنه هيدخل في مشاكل الغيرة هيدخل في مشاكل أصلاً فكرة كده مش متزن طالما هو غيور زيادة هو مش متزن ومش موسط نفسه هو ده طبيعي على فكرة طبيعي يعني غير بالحد السحي المجتمع هوا كده كده هيفرض عليه موضوع الغيرة ده يعني فكرة أنه هو ماشي معها فلو هو ماشي مع فتاة يعني متوسطة الجمال أو عادية غير ما هيكونوا مع فتاة صرخة الجمال أو جميلة جداً لأنه على فكرة برضو خلينا نتكلم في حاجة يعني هو الشكل الخريجي ده حاجة كواسة جداً بس اللي بيبقى هو الجمال الداخل بحيث أنه أنت ممكن ترتبط بواحدة شهر اثنين ثلاثة أو تتجوز حتى فأنت خلاص بقيت ماشي معها في الشارع أنت مش ملاحظ الجمال اللي الناس ملاحظون لأنه خلاص اتعودت عليه يعني برضو حنا عايزين نقول أنه الشكل على فكرة تعود والشكل هو عبارة عن بوابة الأهم من ده كتير جداً هو الجمال الداخلي لكن الفكرة بقى أنه الشكل الخارجي بيفرد قيود أو بيعمل نوع من أنواع سوق الحظ أو بيعمل أنواع من أنواع سوق الحظ الجزء اللي كنت بتكلم فيه متفق فيه مع رنضة جداً أنه هو فكرة أنه حتى الرجل اللي هي بتتجوزه ممكن تكون الحياة ما بينهم مش تعيدة أو زي ما هي متخيلة لأنها مش هتكون عادية لأنه هو في أوقات كتير حاسس طول الوقت أنه يعني لو هو برضو رجل مش متزم أنه هي أحسن منه أو أعلى منه عند علاقات أكتر الناس كتير بتبص لها فهو طول الوقت برضو هيكون عنده صراحة أن هو عاوز يرديها أنه يكون الأفضل فعليها ده جزء جزء تاني بقى اللي كنت بتتكلم فيه عمر الفكرة أنه هي بتتهم بالغباء الحقيقة أنا وأنا داخل أنا ورنضة أصلاً كنا نتكلم في الموضوع ده أنه إحنا بجد في المجتمع الفتاة فعلاً الجميلة عندها معاناية بدلاً يعني دائماً بيقوله مثلاً البلوند أو الشقرة هي الأغبة في التاريخ هم يقولون البنت لما تبقى حلوة قوي فعلاً ويعني برضو بيبقى في الثقافات الغربية نلاقيهم برضو بردين هناك مشاعر، وفقاً أنها سبب البيئة والبنية التي تعيش فيها كل دولة يتغفر على واطف البني آدم في مصر حالنا نحن نتعلم في الوطف بالغتراب والمشاك في الوطف وكأننا نستمر بقيمة إدارة الغضب هو على طول سخن على طول عايز ياخد رد فاعل في نفس الوقت واللحظة بدون أي تفكير فده تبقى لمجتمعنا احنا الشرقيين أو المصريين أو العرب عموما عكس الدول الأوروبية تماما بيمتازوا بالبرود حتى المشاعر وأي مواقف صادمة وحوادث بياخدوها بشكل لين أو يهادي وتحس أنهما بيسبقوا المنطق الأول رقم واحد والعقل ثاني حاجة هي المشاعر أو العطفاء بيمسكوا العقل زي ما بنقول بالبلد نعم لزيارة الغباء حرجع بالقصة القصة الغباء دي الحقيقة تشكل مشكلة كبيرة جدا لأنها تشعر عليها أن تثبت طول الوقت أنه أنا مش غبية فزي ما أنت قلت مثال كده أوقات بتحس أنه جمالها ده مش نعمة لأدنقل فأنا هبتدي أن أنا أقول أن أسترجل شوية أتعامل بطريقة كده فالحقيقة يعني مشكلتنا بحس في القصة دي ايه بس هي مشكلة ثقافة بالأساس وقوعي أنه فكرة كمان عارفة نرمين القوة النعمة أو المسلسلات والدراما هي برضو حسرت المرأة الجميلة في ده أو إحنا كمان في مجتمعنا يعني أقولك أوقات أنا في الدراسات يمكن وإحنا بنعمل دراسات ليه المرأة بتعزف أو بتبعد الفتاة الجميلة عن المشاركة مثلا في المجال السياسي أو في المجال الثقافي لأن القوة النعمة صورت أن السياسية دي أو المثقفة أو الكاتبة دي لها بروتوطايب معين أو شكل معين بتلبس نظارة بطريقة معينة بتتكلم ولسه الصورة دي لغاية دلوقتي بيتم تصويرها برضو في القوة النعمة عشان كده هتلاقي أن الفتاة الجميلات بيتجهنا إلى مجال الإعلام الفاشن التمثيل ترجمة نانسي قنقر